السلام عليكم ازايكو شباب نهاردة معانا معلومة هتفيد الاعضاء هتفيد التجار خصوصا الفترة الاخيرة انتشر الموضوع ده الفرق ما بين الباور الجيجا الاصلي والفرق ما بين الباور العادي الاصلي يمكن اتكلمنا في موضوع اجهزة الاي سي عموما قلنا ان كروت اللان بتاعتها بتكون عشرة مية الف فلازم الباور بتاعي يكون جيجا غير كده الجهاز مش عين المعاك ربهمية وخمسين ميجا او خمسمية او على حسب الداتا بتاعت الجهاز خصوصا في اجهزة الاير فيبر تمام هنتكلم النهاردة عن موضوع منتشر او يمكن غلقة بلاش نقلغش تمام ان الباورين دولة شباب اصلي مية في المية تمام الباورين اصلي مية في المية صورة طبك الاصل مفيش اي اختلاف زي ما انتو شايفين فتحت البيو اي واللان بص زي ما انتو شايفين اهو الغطاء الخلف للباور مكان دخول كابل الطيارة الكهربائي اهو نفس الغطاء ده بركب هنا ونفس الغطاء ده بركب هنا مفيش اي اختلاف شباب اهو تمام طيب الاختلاف ممكن يكون في الباج او الصورة تاعة الباور الموضوع بسيط وفي باورات بتكون نفس الباج ونفس الصورة ونفس اللوجو عاوزين نعرف النهاردة الفرق ما بين الباور العادي والباور الجيجة لان حضرتك ممكن التاجر بعتلك باور عادي على اساس ان هو جيجة وفي فرق في السعر جامد جدا جدا يعني في فرق ممكن يتخطى 250 او 300 جنيه تمام فخليك فهم القصة دي هل الباورين بيشتغلوا عادي بيشتغلوا على اي جهاز مفيش اي مشكلة بس المشكلة ان ده كروت اللان بتاعته عشرة مية وده عشرة مية الف بص يا سيدي اول حاجة خلينا في الباور العادي الباور العادي حضرتك هيجي لك كده فوق زي ما انت شايف كده اهو كلمة اي سي دي سي مفيش اي اختلاف او كلمة جيجا بيت او جيجا بيت تمام ده الباور العادي ده الاصلة شباب بزرار الريسيت المعتمد معروف واخد بالك ان في منه الكوبي تقريبا سعره 250 او 300 جنيه واخد بالك مفيش تاجر هيخسر لك او تاجر هيقولك انا باعمل عروض وببيع بنص التمك او الكلام ده او بابا المجال او الكلام الخيب ده كله مفيش تاجر هيجيب بضاعة غالية ونضيفة ويباعها لك ويخسر فيها او يباعها بنفس السعر تمام لازم تبقى فاهم ان كل جودة وكل منتج ليه سعره تمام طيب قلنا في الخلف كده شباب مش موجود كلمة جيجا بيت تمام يبقى ده الباور العادي طيب الباور الجيجا الباور الجيجا اهو نفس القصة مكتوب ايه في الاخر جيجا اهو بيت او بايت ايه سي تمام قبل كلمة الاي سي والدي سي جيجا بيت تمام اهي وصلت يبقى ده ايه الجيجا اللي هو العشرة مية الف اللي بيشتغل على اجهزة الاي سي كلها كله كله يبقى ده الجيجا في فرق ما بين الباور ده في حزبة ميتين او ميتين وخمسين او تلتموت جنيه وحزبة اهو والباور ده اللي اتنين نفسه بعض الغطا بيركب هنا والغطا بيركب هنا اهو اتعرفش تفرقهم اهو كلمة واحدة تضيع لك الدنيا دي كلمة واحدة تنسف لك القصة دي طيب في ناس مع عدومة الضمير بتجيب الباور الاصلي لان احنا فرقنا ما بين الباور الاصلي وما بين الباور الكوبي في فيديوهات كتيرة على القناة في ناس مع عدومة الضمير بتجيب لك الباور العادي اللي هو الباور ده الباور العادي ويعمل لك شوية لجهات ملاش اي لازمة او الورقة دية بتصنع في الصين بملاليم تمام ما ما بتكلفش حاجة ويجي يشيل الورقة دية ويحطط لك الورقة دية عشان يكسب في الباور زيادة متين وخمسين جنيه او تلتموت جنيه وهو الباور اصلي تمام كلام ده ما تحسوش الا في حالة حضرتك بتنقل داتا او بتستعمل داتا عالية تلتموت ميجا او ربعمائة وخمسين بتاخدهم كاملين فهتبدأ ان تشوف عندك المشاكل والعيوب دية ان هي ما بتنقلش الداتا كاملة القصص دي احنا رفعنا صور لها تمام ولعب كتير في كل حاجة واللي عاوز يبش او عاوز يسرق ممكن يعمل اي حاجة طرق كتير سهلة بس احنا كل يوم اما بيقع معنا حاجة او يقع معنا معلومة جديدة بنحب ان احنا نورها لك وانفدك ده زي ما انتو شايفين اهو صورة تبقى الاصر وطبعا كل ده شباب لا ينفع ولا كل ده يعني هيفيدك في ابرك ولا في عملك ولا في دنيتك ولا كله كلام فاضي وكلها يعني مكاسب زي ما بيقولهم على ورق مكسب الحقيقي ان انت تبيع منتج محترم منتج اصلي بتاع الشركة ويا سيدي بيع زي ما انت عادت محدش هيكلمك وبيع في المعقول والسعر اللي معروف باور سعره معروف على موقعه وكل حاجة معروفة السلام عليكم